السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الرابع معكم مصرهام أبو زيتون من مدارس السابلة أتمنى لكم السلامة والصحة والعافية أنتم ودويكم رابع راح نبلش اليوم بوحدة الإنسان للإنسان وهي الوحدة الثالث الرابعة عشر في كتابك المقرر رابع نظرا للظروف السائدة في الأردن حاليا راح نبلش بحصص محوسبة طبعا هاي الحصة راح أنت تكون متابع للفيديو راح تستمعك وكأنك جالس أمامي وألقي عليك الدرس مشروحا وحدة الإنسان للإنسان تبدأ بنص الاستماع ونص الاستماع هو عن رفيدة الأسلامية أتمنى منك أن تستمع بشكل جيد وأن تركز فيما سألقي عليك من نص ثم نجيب عن الأسئلة بشكل وافي وكامل كما نحن معتادون رفيدة الأسلامية رفيدة الأسلامية أول ممرضة في التاريخ الإسلامي بدأت عملها في التمريض حين عاد المسلمون من معركة بدر منتصرين وبينهم بعض الجرحة فتطوعت لمداواتهم وتقديم الطعام لهم كانت رفيدة تستقبل الجرحة في خيمة فتسعفهم بمعرفتها الطبية بمساعدة بعض نساء الصحابة وكانت رفيدة تنفق على عملها من مالها الخاص أتمنى تكون اسمعت النص بشكل سليم ننتقل الآن إلى الأسئلة أسئلة الاستماع وأول سؤال هو ما مهنة رفيدة الأسلامية؟ رفيدة الأسلامية مهنتها هي التمريض ما الخدمات التي كانت تقدمها رفيدة للجرحة؟ الإجابة كانت رفيدة تستقبل الجرحة في خيمة فتسعفهم بمعرفتها الطبية وتقدم الطعام لهم السؤال الثالث ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة رفيدة ثاني ممرضة في الإسلام الإجابة خاطئة فرفيدة هي أول ممرضة في الإسلام علجت رفيدة الجرحة في خيمة؟ نعم الإجابة صحيحة فقد قامت بمداوات الجرحة ومعالجتهم في خيمتها بمساعدة بعض نساء الصحابة ساعدت نساء الصحابة رفيدة في علاج الجرحة؟ نعم الإجابة صحيحة كما ذكرت سابقا كان أول عمل رفيدة في غزوة أحد الإجابة خاطئة فكانت الماء الغزوة هي غزوة بدر وليس غزوة أحد كيف تعرفت كرم رفيدة من خلال النص؟ طبعا ذكروا في النص بأنها كانت تنفق على عملها من مالها الخاص أما الآن فننتقل إلى الدرس سألقيه على مسامعكم أرجو منكم أن تقوموا بالمتابعة على كتبكم وأقلامكم بأيديكم حتى يتسنى لنا الإجابة عن جميع الأسئلة التي يحتويها الكتاب الدرس بعنوان ضمادات الجروح كثيرا ما يصاب أحدنا ببعض الجروح والخدوش أو الكدمات فيلجأ إلى استخدام ضمادات الجروح فهل خطر لك يوما أن تسأل عن قصة اختراع هذه الضمادات؟ يعود الفضل في اختراع ضمادات الجروح إلى إيرل ديكسون الذي فكر في طريقة لمعالجة إصابات زوجته في أثناء عملها في المطبخ المنزل لتستغني بذلك عن ضمادات الكبيرة التي تغطي العضو المصاب كله ألسق ديكسون قطعا صغيرة من القماش النظيف المعقم في منتصف شريط لاسق وأعدها لتكون جاهزة في حالات الإصابة الطارئة فتمكنت زوجته بذلك من مداوات جروحها بسهولة ويسر عرض ديكسون اختراعه على إدارة شركته فرحبت به وعملت على تطويره حتى يناسب أحجام الجروح كلها ووزعت المنتوج مجانا على الفرقة الكشفية في أنحاء البلاد كافة ترويجا له حضي ديكسون بتقدير شركته ومنح ترقية بفضل اختراعه الذي انتشر في أسقاع الأرض وأصبح لاغنا عنه في الإسعافات الأولية ترجمة نانسي قنقر